المعاجم العربية حفظ فيها علماء اللغة ما كان يتكلم به العرب أو المخزون الكلامي الذي كان يتحدث به العرب فالمعجم هو الكتاب الذي يجمع ألفاظ اللغة ويضم مفرداتها مصحوبة بشرحها وتفسيرها وترتيب هذه المفردات ترتيبا خاصا قد يكون هجائيا وقد يكون موضوعيا ومن المفترض أن يكون المعجم شاملا لألفاظ اللغة ومعانيها فهذا الافتراض الأول في المعجم أن يكون شاملا لألفاظ اللغة ومعانيها وقد يبين المعجم اشتقاق الكلمة هذه إضافات يبينها المعجم قد يبين اشتقاق الكلمة وطريقة نطقها مع شواهد تبين مواضع استعمالها ويذكر بعض الشواهد التي يتضح فيها استعمال هذه المفردة أو هذه الكلمة إذن من البداية نقول المعجم هو الكتاب الذي يجمع ألفاظ اللغة ويضم مفرداتها مصحوبة بشرحها وتفسيرها وترتيب هذه المفردات ترتيبا خاصا الترتيب هو موضوع ثاني في المعجم يكون هجائيا أو يكون موضوعيا هذا التعريف شمل عدة أمور أولا تعريف المعجم مباشرة وترتيبه وكذلك شمولية هذا المعجم هو الكتاب الذي يجمع ألفاظ اللغة ويضم مفرداتها مصحوبة بشرحها وتفسيرها وكذلك ترتيب هذه المفردات ترتيبا أو قال وترتب هذه المفردات ترتيبا خاصا قد يكون هجائيا وقد يكون موضوعيا ومن المفترض أن يكون المعجم شاملا لألفاظ اللغة ومعانيها وقد يبين المعجم اشتقاق الكلمة وطريقة نطقها مع شواهد تبين مواضع استعمالها نأتي بعد ذلك إلى الفكرة الثانية من هذه المقدمة المعجم مرجع لا غنى عنه يحتاجه الطالب والمعلم إذن ليس خاصا بالطالب وحده يحتاجه الطالب وحتى المعلم لأنه من الكتب التي تستخدم مراجعا علمية كل يرجع إليها فيما يصعب عليها أو يحتاج إليه فيه وكل فئات المجتمع مهما كانت درجة العلم لديها واستعمال أي أنه يرجع كل المجتمع إلى المعاجم مهما كانت درجة علميته واستعمال المعاجم وارجع إليها دليل على الحيوية والحياة ولكن المعاجم تبقى مراجع يرجع إليها عند الحاجة وليست في الغالب كتب قراءة وتسلية هي ليست من الكتب التي توضع للتسلية أو لقراءة سيرة فلان مثلا من الناس أو الاستمتاع بما يرد في بعض الكتب من فرائد العلم ولطائفه إنما تأتي هذه المعاجم لتكون مراجع يرجع إليها عند الحاجة لمعرفة معنى كلمة من الكلمات ومع أن الطلاب يحتاجون إلى الرجوع إلى المعاجم كثيرا للتعرف على معاني ألفاظ ترد إليهم في كتبهم أو في غيرها لكنهم لا يرجعون إلى تلك المعاجم لسببين إما جهلهم بتلك المعاجم أو جهلهم بضريقة استخدام أو استعمال تلك المعاجم إذن السبب يعود إلى واحد جهلهم بهذه المعاجم من جهة وهو لا يعرف مثلا معجم العين للخليل أو القاموس المحيط للفيروس أبادي أو لسان العرب لمنظور كل هذه معاجم هو يجهلها وكذلك إن عرم أو عرف هذه المعاجم يأتي الجهل الآخر جهله بطريقة البحث فيها إذن قد لا يستعملها الطالب إما لجهله بالمعجم أو جهله بطريقة البحث في ذلك المعجم ويأتي تعريف طلاب بالمعاجم العربية ليسد هذه الثغرة وليكون حافزا لهم على الاستفادة من هذه المعاجم أو من هذا التراث العظيم الذي لو عرفوا كنهاه لزالت عنهم الهيبة من ولوج ميدانه فحصلوا على فوائد حرموا من الاستفادة منها طويلا وفي هذه الوحدة نقدم لطلابنا تعريف موجزا بالمعاجم العربية أولا سندرس تعريفها الموجز وقد أخذنا شيئا منه وبأنواع تلك المعاجم وطرقها وكيفية البحث فيها ليكون ذلك أدعاء لاستفادة منها بصورة أفضل هذا ما سنتعرف عليه في الصفحات التالية أولا مصادر ألفاظ المعجم للمعجم مصادر تأخذ منه تلك الألفاظ التي وضعت في المعجم ولدينا أربعة مصادر أولها القرآن الكريم بقراءاته المختلفة فالقرآن الكريم هو المصدر الأول الذي تأخذ منه الألفاظ الموضوعة في المعجم وكذلك قال بقراءاته المختلفة فلدينا مثلا قراءة حفص وقراءة أبو عمر وقراءة الجسائي أو غيرها من القراءات القرآنية كل قراءات قد يكون فيها بعض الاختلافات في الألفاظ أو أحيانا اختلاف في التشكيل أو في النطق أو ما إلى ذلك فيأخذ هذا كمصدر أول في المعجم المصدر الثاني الحديث النبوي الشريف ألفاظ الحديث النبوي الشريف وضعت في المعاجم وعرفت وذكرت وكان مصدرا ثانيا لهذه المعاجم المصدر الثالث الشعر العربي للجاهليين وللمخضرمين المخضرمين الذين عاشوا في العصر الجاهلي في عصر صد الإسلام وللإسلاميين أي في العصر الإسلامي بعد ذلك دون المولدين أي دون من جاءوا بعد ذلك ولنا حدود مع الشعر العربي للجاهليين وللمخضرمين والإسلاميين ويكون هذا المصدر خلال عصر الاحتجاج أي إلى نصف القرن الثاني الهجري بعد ذلك النثر العربي من خطب ووصايا وأمثال وحكم ونوادر ويقبل من عرب الأمصار أي عرب المدن إلى نهاية القرن الثاني الهجري ويقبل من عرب البادية إلى نهاية القرن الرابع الهجري أي أن هذه الألفاظ ربعا في الشعر إلى منتصف القرن الثاني بينما في النثر إلى نهاية القرن الثاني الهجري من علماء أو من أهل المدن وكذلك من أهل البادية يقبلوا إلى نهاية القرن الرابع الهجري هذه مصادر ألفاظ المعاجب إذن القرآن الكريم الحديث الشريف الشعر العربي للجاهلية والمخضرمية والإسلامية دون المولدين رابعا النثر العربي لو قلنا باختصار القرآن الحديث الشعر العربي النثر العربي ثم نعرف حدود ذلك فيما تبقى نأتي بعد ذلك إلى الإجابة عن السؤال كيف جمعت مادة المعاجب جاء هذا الجمع بطرق أول هذه الطرق السماع من الأعراب حين قدومهم إلى الأمصار السماع من الأعراب حين قدومهم إلى الأمصار وثانيا السماع من الأعراب بالذهاب إليهم في صحرائهم وثالثا الاستنباط أي ما استنبط من مفردات اللغة في القرآن الكريم والحديث الشريف وأشعار العربي وأخبارهم هذا أو هذه هي الطريقة التي جمعت بها مادة المعجب فالسماع من الأعراب بالذهاب إليهم أو حين قدومهم أو بالذهاب إليهم وكذلك الاستنباط إذن لدينا السماع والسماع ولدينا الاستنباط من القرآن والحديث وإشعار العرب وأخبارهم هذه هي الطرق التي جمعت بها المعاجب العربية نأتي بعد ذلك إلى الاتجاهات في هذا الجمع كانت هناك اتجاهات في جمع مادة المعجب الاتجاه الأول جمع الألفاظ الخاصة ببعض الموضوعات جمع الألفاظ الخاصة ببعض الموضوعات وهذا الجمع يتم فيه تصنيف تلك الألفاظ في موضوعاتها وأغلبها رسائل صغيرة كأسماء الوحوش مثلا أو الغابات أو الشجر أو أسماء الإبل أو الخيل أو السلاح وكل هذه المعاجب ذكرها الأصمعي كل هذه المعاجب كلها للأصمعي إذن نقول في الاتجاه الأول جمع الألفاظ الخاصة ببعض الموضوعات ليست شاملة لكل الموضوعات فهذا موضوع مثلا أسماء الشجر أسماء الإبل موضوع آخر أسماء الخيل السلاح وما إلى ذلك وقد ألفها في ذلك الأصمعي ثانيا أو الاتجاه الثاني الثاني في جمع ألفاظ المعجم جمع الألفاظ الموضوعة للمختلف المعاني ويقوم على إرادة الألفاظ الموضوعة للمعاني وترتيبها حسب أطوارها كمراحل خلق الإنسان هذا طور من أطوار ومن هذه الألفاظ أو معجم الألفاظ لابن السكيت ومبادئ اللغة للإسكافي والمخصص لابن سيدة هذه المعاجم الموضوعة للمختلف المعاني تتحدث عن بعض الألفاظ ويليها بعد ذلك جمع الألفاظ على نظام معجمي دقيق جمع الألفاظ على نظام معجمي دقيق يقوم على جمع ألفاظ اللغة بأي موضوع وترتيبها ترتيبا دقيقا وشرحها وبيانها وشواهدها وعلى هذا النوع سار أغلب المعاجم العربية على هذا النوع سار أغلب المعاجم العربية إذن لدينا ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول جمع الألفاظ الخاصة ببعض الموضوعات ثانيا جمع الألفاظ الموضوعة لمختلف المعاني هنا ألفاظ وهنا معاني والثالث جمع الألفاظ على نظام معجمي دقيق يقوم على جمع ألفاظ اللغة بأي موضوع وترتيبها ترتيباً دقيقاً وشرحها وبيانها وشواهدها وعلى هذا النوع سار أغلب معاجم العربية نأتي بعد ذلك إلى مراحل التأليف في المعاجم مرت المعاجم بمراحل ثلاث المرحلة الأولى تدوين ألفاظ اللغة وتفسيرها بدون ترتيب مرحلة التدوين مرحلة التدوين أي تدوين ألفاظ اللغة وتفسيرها بدون ترتيب مثل كتاب النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري وهذه المرحلة هي الأولى مرحلة التدوين جاءت بعدها المرحلة الثانية مرحلة تدوين ألفاظ اللغة مرتبة في رسائل صغيرة مبنية على معنى من المعاني أو حرف من الحروف مثل كتاب المطر لأبي زيد الأنصاري إذن مرحلة تدوين ألفاظ اللغة مرتبة في رسائل صغيرة مبنية على معنى من المعاني أو حرف من الحروف مثل كتاب المطر لأبي زيد الأنصاري ثالثا مرحلة وضع المعاجم العامة الشاملة المنظمة وهذه هي المرحلة الثالثة وضع المعاجم العامة الشاملة المنظمة وهذه مرحلة أوسع فهي معاجم أشمل ومعاجم منظمة ورتبه بطريقة معينة يبحث فيها بطرائق البحث التي ستأتي معنا إن شاء الله إذن مرحلة تدوين ألفاظ اللغة وتفسيرها بدون ترتيب هذه الأولى بدون ترتيب والثانية مرحلة تدوين ألفاظ اللغة مرتبة في رسائل صغيرة والثالثة مرحلة وضع المعاجم شاملة ومنظمة يأتي بعد ذلك وظيفة المعجم الأساسية للمعجم وظيفتان أساسيتان هما أولا بيان معاني الألفاظ بطرق متعددة بيان معاني الألفاظ بطرق متعددة ستأتي معنا إن شاء الله وثانيا بيان ضبط الألفاظ بالشكل فهي تبين معاني الألفاظ وتبين ضبط الألفاظ المعنى والضبط وهناك وظائف أخرى تقدمها بعض المعاجم إضافة إلى ما سبق من أهمها المعلومات الصوتية أو دراسة أصوات اللغة هذه ليست كل المعاجم إنما تنفرد بها بعض المعاجم أو تضيفها إلى البيان الذي تبينه بعد ذلك تقديم بعض الفوائد النحوية والصرفية ببيان التعدي واللزوم والجمع وبيان نوع الكلمة فبعض المعاجم تضيف معلومات نحوية أو صرفية فتبين أن الفعل متعدي أو لازم أو الإسم مثلا تأتي بالجمع منه تقول مثلا مدارس مفرده مدرسة أو مثلا مدرسة جمعها مدارس أو ما إلى ذلك من البيان الذي تضيفه بعد ذلك بيان أصل الكلمة إن كانت معربة أو دخيلة أو مولدة فيبين لنا المعرب أو الدخيل أو المولد وبهذا يكون بيان أصل الكلمة وآخيرا ذكر بعض الأمثلة والشواهد والنصوص فيذكر على بعض المفردات شاهدا شعريا مثلا أو نصا أو مثالا له في جملة إذن الوظيفتان الأساسيتان بيان معاني الألفاظ بطرق متعدلة وبيان ضبط الألفاظ بالشكل ما يضيفه بعض مؤلف في المعاجم قد يضيفون بعض هذه الوظائف الأخرى مثل ما ذكرنا المعلومات الصوتية أو دراسة أصوات اللغة أو فوائد نحوية أو صرفية أو يبين أصل الكلمة هل هي معربة أو دخيلة أو مولدة أو يذكر الشواهد والنصوص والأمثلة لبعض المفردات التي يريدها في المعجم نأتي بعد ذلك إلى ضبط كلمات المعجم نجد أن المعجم يضبط الكلمات بالشكل فمثلا ذهب يضبطها مواشرة دون أن يضيف إلى ذلك بيانا آخر يكتفي بالضبط بالشكل بينما البعض الآخر من المعاجم يضبط بالشكل ويبين نوع ذلك الضبط فإذا وضع الضم هنا يقول بالضم ولو قال مثلا فتح يقول بفتح الفاء مثلا نصر بضم النون وهكذا يضيف لفظا آخر إلى الشكل ليبين ذلك الشكل وهذا من احتياطات بعض المؤلفين ثالثا بيان باب الفعل المضارع لتحديد حركة عينه فيقول من باب نصر ينصر لأن عين الفعل مضمومة أي مضموم العين في الفعل المضارع نصر ينصر أي أنه ليس من باب فتح يفتح المفتوح العين المضارع ولا من باب ضرب يضرب مكسور العين في المضارع فيبين بعد ذلك يحدد حركة عينه رابعا قياس الكلمة على كلمة أخرى أشهر منها استعمالا وذلك باستعمال الميزان الصرفي فيقول مثلا صراخ على وزن غراب غراب هي الأشهر فيأتي بها على وزنها وهذا الميزان الصرفي وهذه من طرائق ضبطهم لهذه المعاجم أما المعاجم الحديثة فإنها أضافت بعض الطموز التي لم يستخدمها أصحاب المعاجم القديمة وتختلف في بعضها وتتفق في معظمها ومن هذه الطموز الشرطة المفتوحة تدل على أن عين المضارع مفتوحة مثل فتح أي أنه باب فتح يفتح مفتوح العين والشرطة المضمومة أي أن الكلمة من باب نصر ينصر مضموم عين المضارع والشرطة التي تحتها كسرة أي أنها من باب ضرب يضرب من باب ضرب يضرب مكسور العين في المضارع وهذه أيضا من طرائق بعض المعاجم الحديثة كما ذكرنا طرائقهم في ضبط كلمات المعجم الرموز المستخدمة في المعاجم ونختم بهذا الموضوع لدينا عدة رموز فالواو قبل الكلمة للدلالة على أن أصل ألفها واو مثل رجاء فأصل الألف واو لو جئنا إلى المضارع نقول يرجو أصل هذه الألف واو فيضع قبلها حرف الواو والياء قبل الكلمة للدلالة على أن أصل ألفها ياء مثل مشى فالمضارع نقول يمشي في المضارع هذه الياء هي أصل الألف المقصورة فأصلها ياء فيضع قبل الكلمة ياء أو بها للدلالة على أنها تؤنث بالها فعلامة تأنيثها الها مثل هذه في أسماء نشارة أو مسلمة مثلا في الأسماء العادية الميم للدلالة على أن الكلمة معروفة والعين للدلالة على أن الكلمة تدل على موضع أو مكان وحرف الدال نجده أيضا في المعجم للدلالة على أن الكلمة تدل على بلد بلد من البلدان والجيم للدلالة على الجمع وهذه من الطرق التي وضعها المعجميون من باب الاختصار نأتي إلى ختام هذا الدرس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما ذكرنا والله تعالى أعلم وأحكم صلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر